الأمن الغذائي له العديد من الأوجه الزراعة جزء منها وأيضا الاستثمار زي ما بيتقال الداجيني والحيواني والسمكي وما إلى ذلك هو جزء من أو جزء أصيل من عمل هذه اللجنة في الحوار الوطني ويمكن مسألة الدوجن ومنتجتها والقلبن ومنتجتها واللحوم وما إلى ذلك حصلت حواليها ضجة كبيرة ومفهوم طبعا بالتأكيد أنه الناس من حقا أنها تقول جماعة الأسعار عملة بتزيد إحنا يمكن أو بالأدق إيه شكل الطرح اللي ممكن يكون حتى الآن مقدم على مائدة الحوار الوطني لإيجاد حلول حقيقية تطبق مش مجرد حالمة علشان نحل هذه الأزمات أنا هستأذر حضرتك إحنا طبعا مشكلتنا كانت في أن إحنا بنستورد حوالي 90% من مستلزماتنا من الأعلاف من خارج مصر وبالتالي لما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية كانوا دول أكبر دولتين إحنا بنستورد منهم دورة وفلسوية اللي هي تعتبر المستلزمات الأساسية في صناعة الأعلاف وبالتالي حصل تجاوز في الأسعار التجاوز ده مع انخفاض قيمة العملة بتاعتنا وصل سعر الدورة وفلسوية الأرقام قد تكون فلكية لكن أنا برجع أقول ربا ضرت النفع وقد تكون المحنة في بعض الأوقات منها النهاردة اللي أنا شايفه أن بعد ما الدولة بدأت تعيد أو تغير تفكيرها تاني وتطبق قانون الزراعات التعقدية وتدي أسعار مناسبة وجيدة جدا للمزارع المصري في محاصيل الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية أنا بقول لحضرتك السنة دي على الأقل نحن النهاردة السنة اللي فاتت مثلا أخذنا حوال 4 مليون طن أمح السنة دي أنا بتوقع أن هذه الكمية قد تتجاوز الخمسة مليون ولو فضلنا على نفس الوضع السنة الجاية مساحة الأمحة يتم مضعفة ليه؟ النهاردة حضرتك كان المزارع النهاردة بيزرع الأرض بتاعته بيجي يطلق المحصول محصول زي الدورة كانت الناس كلها بتبعد أنزرعته لأنه كان بيحقق خسارة مع الفلاح النهاردة الدورة السفرة أنا عايز أقول لحضرتك الدولة حددت لها سعر ضمان قبل الزراعة بفترة كافية وقالت أن السعر ده ما هوش السعر القطي السعر ده سعر ضمان بحيث لو الأسعار العالمية نزلت عن هذا السعر الدولة ملزمة تاخد المزارع بهذا السعر بسعر الضمان بسعر الضمان طب نفترض للأسعار العالمية عليها تاخد بالسعر العالمي ويمكن ده شفناه جليا مؤخرا في موضوع الأمحة الأمحة الحقيقة مع بداية الزراعة الدولة أعلنت عن سعر ألف جنيه لأردب القمح بعد ما كان تبنمية وخمسين جنيه السنة اللي فات في نص الزراعة بدأت الأسعار العالمية تعالى الدولة أعلنت عن أنها عدلت السعر من ألف جنيه لألف مئتين وخمسين جنيه وتعهدت في هذا الإعلان أنها ملزمة أنها تاخد بالسعر العالمي وقت تسليم المحصول صح مع بداية تسليم المحصول اللي بدأت من أسابيع يعني أو يمكن أسبوع أو عشر طيام النهاردة الدولة أعلنت عن شراء القمح بسعر ألف وخمسين جنيه وده يعني يكون يعني تقريبا هو ده السعر العالمي اللي المزارع في أي دولة من دولة العالم بيبيع به جوة دولته وبالتالي النهاردة مع تغيير التفكير ده بدأ فكري المزارع يتغير النهاردة الناس بتتوسع بصورة كبيرة جدا في مساحات الأمح الدورة وفلسطية نفس الموضوع عباد الشمس اللي هم الأربع محاصيل الرئيسية اللي الدولة أعلنت عن سعر ضمان له طيب أنا النهاردة لما يجي أتوسع في مساحات الزراعة هبدأ أقلل كميات الاستراد بتاعتي نتيجة أن أنا عندي مشكلة في توفير العملة الصعبة الخاصة بعملية الاستراد لكن هقلل الضغط على العملة الصعبة بالضبط وفي نفس الوقت تكاليف الإنتاج عندي هتكون أقل طبعا والعائد الزيادة ده يدخل في جيب المزارع وبالتالي أنا بحفزه أن يتوسع أكتب